كل عام وكل المصريين بخير 11 عاما مرت على ثورة 30 من يونيو ثورة الشعب المصري الأبي الذي قال لا لجماعات الإرهابية تحاول استقطاب العقول بل وتفكيك مؤسسات الدولة فشلت السيناريوهات التي حاكتها الجماعة الإرهابية وأصبح الشعب المصري على قلب رجل واحد تبعنا منذ قليل كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو وأيضا ذكر فيها السيد الرئيس عدد من النقاط الهمة منها كل التحية لشهداء الوطن وأيضا التحية للشعب المصري الذي تحمل الكثير من التحديات وكان على الوعي الكافي بأن يقول لا لجماعة إرهابية ويعمل ويبني وطنه من أجل بناء جمهورية جديدة معنا في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري سيادة النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع برحب حضرتك سيادة النائب وكل سنة وكل المصريين بكل خير كل سنة وكل طيبين وكل سنة والشعب المصري بخير وسيادة الرئيس والجيش المصري والشرطة المصرية الحقيقة نحن النهاردة بنحتفل بمرور عشر سنوات على التخلص من حكم جماعة إرهابية فكل الخير لمصر وصعداء أن نحن معكم النهاردة برحب حضرتك وخلينا نبدأ من كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن كان فيها محطات مجازة عما كان وما صار به الشعب المصري والتحديات الراهنة التي يحاول التغلب عليها من أجل المستقبل يعني طبعا كلمة الرئيس كانت واقعية جدا واضحة الرئيس السيسي كان بيؤكد على أن مصر حققت إنجاز كبير في أن هي تستعيد دولتها تستعيد قوتها بعد ما كانت تحت سيطرة الجماعة إرهابية أصبحت دولة مدنية يطبق فيها القانون على الجميع دولة تحترم كل المواطنين وحرية اعتقادهم وحقهم في الحياة وكمان أكد خلال الكلمة أن هو يعني يتابع بشكل يومي ما يحدث في مصر وأزمة ارتفاع الأسعار هذه صراحة كبيرة أنه يتحدث مع شعبه ومع أهله حول هذه المشكلات وأن الدولة لديها رؤية للقفز على هذه المشكلات شفافية الطرح شفافية الطرح دي حاجة الحاجة التانية الرئيس أكد على أن مصر تحترم جدا حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة أن مصر تقف ضد مخطط التهجير أن مصر تؤيد القضايا الفلسطينية وده أمر تاريخي نحن أكثر من تحملنا هذا الصراع ونتحمله بحب لأن الشعب الفلسطيني الشقيق له الحق علينا كدولة مصر اللي هي أم العرب أن نحميه وأن نحافظ على حقه في دولة مستقلة طبعا الكلمة كانت أكثر من رائعة وأعتقد أننا النهار مجازة جامعة شاملة لأنها تناولت سواء القضايا الداخلية والتحديات الداخلية الاقتصادية أو حتى فيما يخص التحديات الخارجية والقضية الفلسطينية بالضبط لكن أيضا على مدار 11 سنة الشعب المصري مر بالكثير من التحدي والتغلب على هذا التحدي أي مكانة الأشكال سواء في أزمات خاصة بالطاقة سواء فيما يخص أيضا ارتفاع أسعار العملة الأجنبية لكن استطاع أن يمر على هذا الأمر وبالتالي يستطيع أن يبني المستقبل الأفضل من أجل تنمية شاملة شوفي الشعب المصري طبعا هو عايش في أزمة كبيرة أزمة الأسعار وأزمة اقتصادية ولكن الشعب المصري مدرك تماما أن من كانوا يحكمونهم من 11 عام وقعدوا 70 سنة قبلها منذ تأسيس جماعة الإرهابية دول ما كانش عندهم أي قدرة على أنه يعملوا إنجاز اقتصادي هم كانوا بيشوفوا مصر سوبر ماركت كبير بمنطق التجار لكن المصريين عشان أدركوا دوت وشوفوا اللي كانوا بيكلموا باسم ربنا كانوا بيفضوا اعتصامهم بالقوة كان الرئيس الإخواني المرسي اللي قبنا ضده بصورة عمل إعلان دستوري يرفض أن أحد يعترض عليه أو ينتقده كمة الدكتاتورية واللي بيتكلموا باسم ربنا كانوا بيتبحوا أحد المواطنين الشيعة في أبو النمرس عيانا بيانا أمام الناس كل الجرائم التي ضد الدين الإسلامي اللي هما كانوا بيتكلموا باسم الدين الإسلامي وباسم ربنا عملوها وحرقوا الكنيس وكانوا يعذبوا المصريين الشعب المصري أدرك أن دور جايين يسروا هويته جايين يبيعوا سينة وانا احترام للحدود طبعا جايين يبيعوا سينة جايين يبيعوا حلاب وشلاتين جايين ينفذوا مخطط الشرق الأوسط الجديد بشكل واضح لدرجة أن رئيس الجمهورية الإخواني اللي هو كان بياخد تعليماته من جماعة الإخوان كان بيقول سلامة الخطفين والمخطفين تتخيالي شعب بهذا العمق التاريخي على مدار آلاف السنين وهذه الزاكرة القوية وهذا المجد وهذه الحضارة عنده استعداد في غفلة من الزمن إنه يضحي بلده وضحي بحضارته ليه أم الحضارات لا طبعا طيب الشعب المصري بيقول إيه بيقول أنا تخلصت من حكم الإرهاب من حكم المجرمين العملاء إحنا النهاردة عندنا مسين التنمية مهمة اللي اتخلصنا من كل المشكلات دي إن إحنا أنجزنا بنية تحتية يتبقى الصناعة والزع إن يبقى عندي منتج محلي قوي أستخدمه محليا بدل ما استورد إن نقدر أزود من الصادرات في مصر بحيث أن أنا ما اعتمدش على العملة الصعبة أعتقد إن مشروع إبدأ وأيضا المشروعات المشتركة مع الصين ومع دول أخرى في بناء مصانع وشركات ده مهم جدا نحن نتحدث الآن وهناك نعقاد لمؤتمر مصري أوروبي حول شركات بالضبط وخلي بالك إحنا في التنمية الصناعية والزراعية مع كل الشركاء سواء كان أوروبيين أو في الشرق لأن إحنا في حاجة إلى أن ننقل الخبرات من كل دول العالم وهم يستفيدوا من عملتنا يستفيدوا من قدراتنا ومهارتنا إحنا عندنا مخزون كبير جدا أنا في ظني إن الشعب المصري سيتحمل ولكن تحمل الشعب المصري مرتبط بثلاث أمور ودي مهمة الحكومة الجديدة الحقيقة رقم واحد لابد من أن يكون هناك سياسة صناعية أن يكون نسبة المكون المحلي في أغلب الصناعات لا تقل عن 50 و60 في المية ده رقم واحد رقم اتنين إن إحنا نشوف الصناعات الجديدة الحديثة المرتبطة بالصورة الصناعية الرابعة لنعرف نصدرها وندرس الأسواق اللي برا محتاجة مننا إيه؟ ونعمل خطة لهذه الصناعات الحديثة لنقدر نصدرها بحيث إن إحنا بدل مصادراتنا ما بتزيدش عن 50 مليار دولار وأغلبها 70 في المية بمنتجات مستردن بر بالضبط إحنا نستهدف 100 مليار 200 مليار دولار بالعمل رقم ثلاثة اللابد من توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية لازم مش بالضرورة يبقى اكتفاق ذاتي مفيش دولة تقدر تعمل اكتفاق ذاتي لكن أنا محتاج أنت الكمية أكبر من الأمح من الزيت من الضرة المنتجات دي بتتحول لزيوت بتحول لأعلاف عشان خاطر سعر الفراخ يقل علشان خاطر أقدر أربي ماشية بسعر أفضل أقدر أقدم للمواطن منتجات في متناول الدخول دي مهمة رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة ومهمة الدولة في السنوات المقبلة احنا انتهينا من البنية الأساسية المتعلقة بالطرق وعلى فكرة مصر كانت سكنة على 7% مواطنية سكنة على 7% بحلول 20-30 هنبقى 14% يعني في دولة جديدة تعملت لكن الدولة الجديدة دي لو ما تعملتش معها صناعة وزراعة قوية لا مش هنقدر الحياة تعمل بالطبع العاصمة الإدارية الجديدة وتفكيك العاصمة القديمة من التكدس السكاني أو حتى من الوزرات وتكدس المصالح الحكومية لكن سيادة النائب الشباب المصري كان واضح وبقوة في ثورة 30 من يونيو وحتى اللحظة التي نتحدث بها سواء في التمثيل داخل مجلس النواب أو حتى النواب للمحافظين وللموزراء دور الشباب تحديدا لأن سيد الرئيس عول على هذه الفئة تحديدا على مدار حكمه في عشر سنة شوفي الدولة المصرية قبل 2013 كانت 40-50 سنة كده كان المسؤول فوق 60 وفوق 70 ومن جوة دولاب الدولة وهو الميكانزم بتاعتريد تفكيره أنه يمشي الشغلانة يعني وطبعا كان فيه حجم فساد كبير وإلى آخره طيب إحنا النهاردة عندنا 65% من الشباب وعندنا عالم المتحضر كله المتقدم وصل طريقة حديثة جدا في مسأل التواصل والتكنولوجيا وطرق إدارة حديثة وحوكمة هل الأجيال دي كانت تقدر تتوكب مع ذا؟ النهاردة لما الرئيس وفق في الشباب وآمن بالشباب النهاردة شايفين نواب شباب عددهم في مجلس النواب لا يقل عن 80 شاب حد سن 45 سنة لا يقل عن 80 شاب عندنا في الوزارة وفي المحافظين نواب محافظين 27 نواب محافظ أكبر واحد فيهم عام 39 سنة بالمناسبة ده معلومات طيب دول إيه أهميتهم؟ إن احنا بنعمل جيل تاني وتالت ورابع للدولة المصرية وعقول جديدة حديثة من خارج دولاب الدولة عندها خبرات وعندها برامج سياسية وعندها برامج حزبية وأنا اللي بدع لي فيه نوع من تجديد الدماء أو تفكير خارج الصندوق وعاوز ألك على حاجة في قاتل عمرية الأقل سنة بتكون أكثر مرونة في التفكير بالضبط وعاوز ألك على حاجة كل دوت يحتاج إلى منظومة سياسية قوية لأن الوزير أو المحافظ وجاي بيطبق برنامج حزبه لأنه هو بيطبق سياسات يعني بنشهد في دول متقدمة إن ممكن يكون وزير في وزارة سيادية امرأة أو خارج التخصص بتاع الوزارة طب ده ليه لأن الحزب بيديله حزمة من السياسات وبينقشوا فيها هو دوره كوزير إنه يطبق هذه السياسات بشكل سياسي إحنا بنعاني إن كثيرا من المسؤولين غير سياسيين ساعات بيقولوا تصرحات عجيبة جدا بتهديش الشارع ما بتخليش ناس تحس بالأمل ما بتعرفوش يوصفوا ويشرحوا للناس الإنجازات اللي بتتحقق السلبي في طريقة حدثهم أكثر من الإيجابي أعتقد إن تمكين الشباب والشباب الحزبي شباب الأحزاب هو اللي هيساعد الدولة في إنه يبقى عندنا الوزير السياسي والمحافظ السياسي والمسؤول السياسي القادر على إنه يقدم سياسات مقنعة للمواطن إنه يتبنى خطاب يتعلق بانحياز اجتماعي سواء كان انحياز اجتماعي لبرالي أو اشتراكي انحياز اجتماعي لطبقات الشعب الكبيرة جدا من فقراء وطبقة متوسطة وعمال وفلاحين يعني برضو نتحدث ويتبقى ساعات أو أيام قليلة على تشكيل الحكومة الجديدة وبالطبع سيكون هناك نوع من التفسيرات الكثيرة حول الحقائب الوزرية ومن تولى هذه الحقائب لكن ثورة الثلاثين من يونيو مرة أخرى كانت محور فصل لم تكن ثورة عادية انحاس فيها الجيش المصري لمطالب الشعب المصري والتفى الشعب المصري حول جيشه وشرطته بعد أن كانت منتهكة هذه المؤسسات بشكل أو بآخر منها استشهاد عدد من الجنود في سيناء استبيحت الدماء المصرية وأيضا فتحت الحدود على مصرعيها لعناصر إرهابية أنا عاوز أقولك أغسطس 2012 كان لسه الرئيس الإخواني ده بقاله شهرين في الحكم احنا نزلنا مظاهرة كحزب التجمع شعب حزب التجمع أغسطس 2012 فقالوا لنا القوة السياسية والراج اللحق ده بقاله شهرين رئيس الحزب ساعتها وقيادات الحزب دكتور رفعة السعيد كان أحد قيادات الحزب أيضا وسا السيدة عبدالعاء الرئيس الحزب قال لهم كلمة واضحة جدا احنا أصلا مش هنصبر عليهم لأن دول مش مشروع لدولة مدنية حضرية دول مشروع لحكم جماعة لتدمير مصر وبالتاريخ وبالورق فطبعا احنا مدركين تماما أن هؤلاء قبل ما يجوا للحكم عاوزين ينفذوا هذا المخطط ومدركين اللي احنا لازم ننزل كشباب حزب التجمع قبل حتى تشكيل جابة الإنقاذ علشان نوئد هذا المخطط ثم خرج محمد مرسي ليفعل كل هذه الأفعيل التي قلناها وأولها إعلان دستوري ثم شاهدنا خطف والتهديدات والوعيد وراحوا حصروا مدينة الإنتاج الإعلامي وحصروا المحكمة الدستورية هؤلاء لا يحترمون المؤسسات حتى الجيش بالنسبة لهم ميليشيا الجيش المصري بالنسبة لهم ميليشيا الجغرافيا بالنسبة لهم مرتبطة في فكرة الأممية والجماعة عالم الجماعة وكان فيه عناصر موازية تحمل السلاح أيضا بالتأكيد وبالمناسبة هما ما نفوش ده محمد مرسي جابوله تسجيل وهو قاعد مع المشير طنطاوي بيهدده وكان رئيس سيسي قاعد ساعتك الرئيس المخابرات الحربية قال له هيحصل فوضى فراح ساعتها المشير طنطاوي قال له بس بلاش الكلام ده قال له لأ أنا بقول لها حياتك اللي احنا بنتمنهوش ومفيش تحضير اللي قال لأ فيه تحضير وانتو بتخططه لده قبل ما محمد مرسي برئيس جمهورية فالجيش المصري كان شايف ده كويس قوي تاريخ الجيش المصري كان بينظم الراي فالمخزون الحضاري الكبير والمخزون التاريخي للجيش المصري أنقذ الدولة المصرية كان عندنا هذه اللمحة التاريخية وهذه المحطات حتى لا ننسى لكن ماذا عن ما هو قادم نحن نحتفل الآن بثورة السلسين من يونيو ونستشرف المستقبل في ما هو قادم لأجيال قادمة سواء نبني لهم في حاضرنا أو نخطط لما هو قادم ما هو قادم هو ملك الشعب المصري بإرطته الحديدية ولذلك أنا أقول أننا لابد أن نحافظ على تحالف 30 يونيو الذي آمن بعودة الدولة المصرية ونضل من أجلها في شكل مشروع حقيقي للتنمية الصناعية والسياسات التصناعية استمرار الحوار الوطني كأداة للتواصل بين القوى السياسية وبين الخبراء وبين رأس الدولة هذا الحوار الوطني هو طريقنا وسابلنا لسياغة مشروع وبرنامج ورؤة وسياسات تنحاز للشعب المصري الحكومة القادمة طلعونا نتكلم عن المستقبل لابد أن تكون منحازة للفقراء والعمال والفلاحين والطبقة المتوسطة وأن تكون ضد الاحتقارات وضد الفساد لأن بصراحة كده في أكتر من محتكر بيتحكموا في الأسعار وفي العرض والطلب في مصر لابد من ضربهم ضربة قوية رقم 3 لابد من الاهتمام برؤية جديدة للتعليم أن يتحول من تعليم بنكي لتعليم يجعلنا نفكر تغيير شكل الامتحان تغيير شكل المناهج الاعتماد على التكنولوجيا لابد من الاهتمام بالمنظومة الصحية اللي فيها مشكلة كبيرة فيه ناس مش لقيت دوا في مصر دي أزمة عالمية؟ آه فيه أزمات عالمية؟ آه بس أيضا عندنا مشكلات داخلية إدارة الأزمة؟ طبعا وعندنا مشكلات داخلية لابد أن نواجه الفساد والاحتقارات فيه رجال أعمال في هذه البلد يروا أن الاقتصاد المصري هو صوبر ماركت أيضا هم عاوزين يستوردوا بس إحنا لازم قوة الدولة والقانون والتشريع والبرلمان والحكومة إن هي توقف هذه العمليات من الاستراد بشكل كبير محدش أنها نمنع الاستراد لكن يكون الاستراد في حدود الممكن عشان مش كل ما يجي لنا فلوس من مشروعات قومية أو من منح من الخارج أو إلى آخره من مشروعات زي رأس الحكمة نبقى مضطرين إحنا نستغلها في إن إحنا نجيب منتجات من بره أو ندخل البضاعة من المواني لا إحنا عاوزين الفلوس دي يبقى الأساس فيها هو التركيز فيه دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة دعم الصناعات التحولية ودي مهمة جدا كقاطرة للبناء والتنمية دعم زراعة توزفها بالشكل اللي أنا بشكر حضرتك جزيل شكرا سيادة النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع على هذه الوقفة التحليمية شكرا